في غضون ذلك قالت رئيسة المحكمة العليا في إسرائيل القاضية إسترهايوت إن الخطاب المهين أو المهين التي تميزت به المعركة الانتخابية الأخيرة يستمر خلال المساعد تشكيل الحكومة المقبلة وخلال كلمة لها أمام مؤتمر نقابة المحامين المنعقد حاليا في إيلات أشارت إلى أن جهات مختلفة تواصل إطلاق تفوهات خطيرة تجاه السلطة القضائية بشكل عام وتجاه المحكمة العليا بشكل خاص في غضون ذلك قال النائب العام الإسرائيلي شاي نيتسن إن الاتهامات الموجهة للجهاز القضائي بأنه ينوي إسقاط رئيس الوزراء بن يمين نتنياهو كاذبة وليس لها أي أساس وأكد أن الهجوم المتواصل على الجهاز القضائي ومحاولة تشريع قوانين تحد من صلاحياته لن يثني المؤسسة عن أداء واجبها المتحدثون قبل أشار إلى الفترة الصعبة التي يواجهها الجهاز القضائي وجهاز تطبيق القانون لا سر بذلك نحن نمر بأيام عاصفة جدا أود تجديد في حديثي على أحد المواضيع التي تدور حولها العاصفة وهو الجلسات الاستماعي إلى قضايا رئيس الوزراء نعم أنا أرى أنه من واجب التطرق لإدعاة الكذب والافتراءات الموجهة ضد الجهاز تطبيق القانون ورؤاسائه والذين تنسب لهم في كل مرة اعتبارات غريبة